اشتركوا في القناة طبعا بسبب ظروف اغلب الموجودين بيعرفها انه هي كان مضع صحي سيء جدا الحمد لله رب العالمين طبعا الحمد لله بداية جديدة ونعتاد عليها لفترة بدكوا تتحملوني لانه ما رح نقدر نسجل الحلقات او ما رح اقدر اسجل الحلقات زي ما كنت بالاول اللي هي المد اللي طويلة لفترة لحد ما اكمل انا اجراءات علاجي وتمرين التنفس والاشياء هاي وانه شوي النفس لسه عبين ما اتعود على حجم الرئة الجديد هاد فبدكوا تتحمل وهذا الوضع معي ولكن ان شاء الله اني ما بقصر معكم بشيء وان شاء الله اني انا بعطي اللازم وطبعا لانه ما فيش جهاز كمبيوتر فانا باضطر اني انا استعير لابتوب لسه ما استكملت ثمن جهاز الكمبيوتر فشوي في بعض الاشخاص ساعدوا وتبرعوا بدفعات مالية مشكورين حطينا الاموال هاي على الجانب على اساس انه لما يكتمل ثمن جهاز جيد بلاش نجيب جهاز احنا وبعدين بعد فترة نصير بدنا تغيير لجهاز فبدنا شوي هيك نصبر يعني وبشكر انا كل اللي تابعوا حالتي واللي كانوا يسألوا عني باستمرار واللي ازروني واللي دعموني نفسيا بالفترة الماضي ما بدي اذكر اسمها لانهم برضو ما بدهم حد يذكر اسمهم شكرا جزيلا للجميع شكرا لللي عرف واللي ما عرف واللي نشر تعليقات بيسأل عن حالتي وهو مش عارف ايش اللي بيصير علما انه باخر تسجيل انا ذكرت اني راح اتغيب وفي ظروف معينة بمر فيها وحطيت رقم تليفوني في الحلقة ولكن البعين انه ما حد انتبه لهذا الموضوع حتى كتبنا رقم التليفون بالتعليقات عشان التواصل وبالنسبة للوضع الصحي ما كان يسمح اساسا اني انا ارد على الاتصالات بشكل كبير يعني المهم انها مضت على خير باذن الله تعالى واليوم هاينا بننبدأ باول يوم تجربة خليني اشوف انا شو بقدر اقدم امكانيات او امكانيات الصوت عندي ايش هي امكانيات النفس وان شاء الله انه اقدر اني انا اوصل الفكرة بشكل مختصر ولكن برضو في نفس اللحظة بكون مهم ومفيد للجميع اني انا اقدر اجاوب على بعض الاشياء الضروري طبعا اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء عشرين عشرة القمر من الوجود فيه منزلة الشولة ومنزلة الشولة هاي لضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط او التسلط ورح يمكث فيها لغاية الساعة ثمانية واربعين دقيقة صباحا لينتقل بعدها لمنزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر موجود في برج القوس لاخر يوم ومنشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتاجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كمان من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمي مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية هي راح تتشكل تقريبا بساعات الصباح هي زاوية تقاول طبعا هي من المفروض انها ايجابية ولكن اليوم راح تكون سلبية بسبب تراجع عطارد وتراجع اورانوس فهاي التقاول راح تكون بين عطارد و اورانوس في تمام الساعة 22.53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا ايجاد حل المسائل كما انه بنصير عندنا نوع هيك نوعنا العصبية او المزاجية بنرتكب الاخطاء والتهور وبهاي الفترة غير صالحة للشراكات ما تعتمدوا على الحدث نهائيا انتبهوا اثناء قيادة السيارات يعني بدها شوية تركيز زيادة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتن راح تكون في تمام الساعة 11.18 دقيقة بعد الظهر بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تتليث ايجابية بين القمر والمريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة 12.8 دقائق بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة تقريبا ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية يعني بيتجهوا لتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب طبعا القمر بما انه موجود بالقوس معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم واحد وعشرين اللي هو يوم الغد راح يبدأ في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر لغاية الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الجديد اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال لجديد اربع ايام وفي تمام الساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة صباحا بيصبح خمس ايام ونسبة الاضاءة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان لغاية يوم اثنين وعشرين يعني ضايل يومين وبعدين بتنتقل للعقرب طبعا مزاجها منتحس بسبب زوايا التربيع المنفصلة اللي بتشكلها ما بينها وبين الكواكب اللي موجودة بالجدي اللي هو ما بين المشتري عبلوتو وما بين زحل فعشان هيك منعطي الانتحاسة تبعتها ثلاثين في المية القمر في القوس حتى يوم واحد وعشرين عشرة لهول الغد بعدين بنتقل زي ما حكينا للجدي نسبة نسبة عشرة في المية للانتحاسة تبعته عطارد لانه اول اشي ما بشكل زوايا فعشان هيك منقوله انه نسبة ضعيفة من الانتحاسة عطارد في العقرب وبعدين بدو ينتقل للميزان في فتر التراجع هاي التراجع رح يستمر لغاية يوم ثلاثة احداش المزاج منتحس بنسبة اربعين في المية طبعا زي ما حكينا انه بانتحاسة عطارد ما تغامروا بالاموال ما تغامروا بالمضاربات المالية انتبهوا اثناء تنقلاتكم حواراتكم امور بتصير صعبة يعني بدها تركيز اكثر او اعادة المحاولة اكثر من مرة عشان تزبط معاكم اللي بيشتغلوا في المضاربات المالية بدهم ينتبهوا بشكل كبير واللي عندهم معاملات او اجراءات بدهم يكرروا المحاولة اكثر من مرة عشان تزبط معاهم اللي بدهم يوقع عقود بدهم يدرسوها بشكل منيح بالفترة هاي احنا ما مننصح لاي امور لها علاقة بالارتباط او الزواج او المضاربات المالية او حتى الحوارات والنقاشات الحادة او اللي بتكون اساسا لها مضمون يعني زي مثلا مناظرات او اشياء زي هيك بتطلب تركيز بشكل كبير اما بالنسبة للزهراء بما انها موجودة بالعذراء واليوم بتشكل زوايا تثليث قوية جدا مع الكواكب اللي موجودة في برج الجدي فعشان قوة الحظ تبعتها رح تكون قوية جدا واستمرارها في العذراء رح يستمر لغاية ثمانية وعشرين عشرة مزاجها سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداش مزاجه منتحس بنسبة ستين في المية لانه برضو بشكل زاوية تربيع او زوايا تربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي يعني بمعنى انه جاي الامور زي ما نحكي يعني بتأثر على ثلاث بيوت لكل برج بشكل سلب كبير رح نذكرها في هي اللي رح نركز عليها اساسا في عملية التوقعات اليومية اما بالنسبة للمشتري في الجدي حتى يوم تساطاش اتناعش مزاجه منتحس بزوايا التربيع بنسبة عشرة في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اتناعش مزاجه سعيد بنسبة خمسة عش في المية اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعتاش واحد مزاجه منتحس النسبة قليلة جدا نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج متقلب ما بنعطي نحوس كثيرة يعني بنعطي نوع من أنواع الإيجابية إبلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% طبعا أنهى عملية التراجع كل الكواكب اللي موجودة بالجدي أنهى عملية التراجع تعتها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بخلال هذا النهار بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما بتتوقعها بيكون عندك نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية ولكن الأهم أنه موضوع الشراكة يعني بدك تكون منتبه منه بشكل كبير يعني حاول أنك ما تدخل بحوارات أو نقاشات حادة مع الشريك ما تنفعل وما تتحسس برضو بالنسبة للمريخ شوي بأثر على عصبيتك وحديتك وخصوصا الموليد اللي بتيجي من نصف البرج لغاية نصف العشرية الثالثة هدولا بدهم ينتبهوا أكثر لأن العصبية عندهم هي الحادة أكثر شيء وهي اللي بتسبب لهم نوع من أنواع الإنفعالات وبدكوا تحافظوا على سمعتكوا من بعض التقلبات الزهرة صحيح بتدعمكم بعمل جديد وعلاقتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل وبتجيب لكم فرص قوية جدا على مستوى العمل وحتى تحسن على المستوى الصحي بشكل كبير ونبتن يعني شوي بيحميكم من بعض الأشخاص اللي ممكن يكيدوا لكم أو يتآمروا عليكم أو أنه يعني يحاولوا أنهم يخدعوكم ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي طبعا أهم شيء بالفترة هاي تنتبه لعملك لأنه في نوع من أنواع الضغط من وجود الشمس وزوايا التربيع انتبه لطريقة التعامل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو انتبه على وضعك الصحي من بعض التقلبات حاول برضو نفس الشيء أنه تستغل الأمور العاطفية الحظ بيدعمك بشكل كبير وقوي جدا عاطفيا وماليا وبعلاقتك مع الأهل مع الأبناء بتجيب لك فرص ممتازة وبصير عندك نوع من أنواع الاهتمام بالأمور العاطفية أو الجمالية بالفترة هاي أما بالنسبة للمريخ فهو بحذرك من أمور إلها علاقة ببيت المتاعب يعني حاول أنك ما تخوض بمجازفات أو مراهنات أو أمور إلها علاقة بتجربة الحظوظ وحاول أنك تنتبه من أشخاص بك يدولك بالخفاء أما بالنسبة للجدي فهو بيأثر على الدراسات خصوصا الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا بتطلب منك نوع من أنواع التركيز وبتطلب منك من نوع من أنواع الاهتمام أكثر وعدم الاعتماد على الحظوظ وبرضو في نفس اللحظة اللي عنده سفر أو عنده تنقلات بده يتفقد أغراضه بشكل كامل نبتن بعزز من علاقاتك مع الأصدقاء وبدعمك وممكن بعض الأصدقاء يسندوك أو يأزروك في مسألة ما ممكن صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للاهتمام أكثر برج الجوزاء طبعا هاي الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة الأجواء داعم لإلكم بشكل كبير هاي فترة برضو بتحمل نوع من أنواعي السلبية وبعض الضغوطات ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة بسبب أنه القمر مقابلك تماما يعني التركيز الجيد هو على العمل والعاطفي أكثر شيء ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما بالنسبة للشمس فالشمس بما إنها موجودة بالبيت الخامس فهاي بتعمل خلافات أو ردات فعل سلبية ما بينك وبين الأحبة لأنه شوي هي منتحسي فالعشرية الأولى والثانية ممكن عاطفيا يكونوا جياشين ولكن العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا من السلبية خلافات مع الأبناء أو خلافات مع الأحبة أو حدية بالطباع ما بنصحهم بأي شيء له علاقة بالتجميل بالفترة هاي بسبب انتحاس الشمس أما بالنسبة للعطارد فهو بيأثر عليهم في مكان العمل وأخطاء في أشياء لها علاقة بالعمل أو بطريق التواصلهم مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة للزهرة فهي بتدعمك على مستوى البيت مستوى علاقاتك بأفراد العائلة شوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم أو حل بعض الأمور في منك ورح يهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو الأعمال المنزلية المريخ بيقول لك تدير بالك من أي شيء له علاقة بالأصدقاء يعني خصوصا موليد العشرية الثانية العشرية الثالثة هذول بدهم ينتبهوا من نقاشات أو سوء تفاهم أو يعني انتكاسة أو تآمر بعض الأصدقاء أو جرجرتهم لا شيء مش مطلوب أو مش مرغوب بالنسبة للجدي بيقول لك ما تغامر في أي شيء له علاقة بالمنافسات أو المجازفات المالية بالفترة هاي بسبب الكواكب اللي موجود فيه اللي بتشكل على حدين زوايا تربيع مع الشمس ومع المريخ فعشان هيك يحافظ على أموالك وانتبه من النصابين أو المحتالين ولما بدك توقع على ورق حاول انك تدرسه وما تدخل في أي مضاربات مالية أما بالنسبة لبيت السمعة فالأجواء جيدة وبتدعمك وهي الفترة بتحملك إما منصب أو رتبة أو إنجاز قوي جدا بيكون لصالحك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحدكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت لعمل لساعات إضافية طبعا أهم المشاكل أو الخلافات اللي ممكن في الفترة هاي تتركز عليها هي أمور إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو أفراد العائلة فبدك تكون حذر من بعض الأعطال أو بعض الالتزامات أو بعض الأعمال يعني بدك تهتم بالأمور البيتية بشكل كبير وخاصة موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين عطارد بأثر على التشتت الفكري والتقلب بالمزاج أثناء التعامل مع الأحبة شوي بيخلي ما فيه تركيز أو حساسية عالية أو ردات فعل سلبية الزهرة بتمنحك قدرة على التنقلات والاتصالات وخصوصا على السفريات القصيرة والتواصل سرعة البديهة عندك عالية وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالسيارات أو إلها علاقة بأجهزة تليفونات أو أشياء إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للمريخ فهو بيهدد السمعة فعشان هيك موليد العشرية والثانية والثالثة بدهم ينتبهوا من أي شيء بشوه سمعتهم أو بدخلكم بمجازفات أو مغامرات أو حتى مشاكل مع رؤساكو أو زملائكو بالعمل بدكوا تكونوا حذرين وبرضو تضبطوا أعصابكم وما في داعي لمخالفة القوانين بالنسبة لعملاقتكم مع شركائكم بما أنه حكينا الكواكب اللي موجودة بالجدي بتشكل زوايا على الحدين مع الشمس ومع المريخ بزوايا تربيع فهي بتطلب منكو الدبلوماسية أثناء التعامل مع الشركاء وخصصا موليد العشرية الثالثة وجزء من العشرية الثانية آخر جزء يعني هذولة بدهم ينتبهوا من ردات الفعل أو من أي أمر بتعلق بالشراكة المالية أو العاطفية نبتون بعزز أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والدراسة الجامعية والامتحانات ولكن ما تعتمدوا على الحظوظ نظرا لضغط الموجود من بعض الكواكب برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء صحح الأخطاء قدر الإمكان أهم شيء أنك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء اتصالاتك أثناء حواراتك حاول أنك ما تعتمد على الحدس كثير أثناء قياتك للسيارة بدك تكون منتبه كثير وبرضو ممكن تنشغل في أمور إلها علاقة بالصيانة أو التصليحات أما بالنسبة لعطارد فهو بعمل ردات فعل سلبية على مستوى البيت وعلاقتك بالعائلة فممكن شوي يكون في بعض الخلافات أو النقاشات أو المواضيع أو الصعوبة بإيصال فكرتك أو وجهة نظرك الزهرة شوي بتعزز بعض النقاط المالية فممكن تحصل بعض المكاسب أو الرواتب أو الأموال اللي بتعود لك اللي كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية فيعني ممكن الفترة هاي تحمل لك بعض الأشياء الإيجابية أما بالنسبة للمريخ فهو بعمل سوء تفاهم مع أشخاص خارج البلاد أو قلق على أشخاص مقيمين خارج البلاد أو أجانب برضو بتعمل نوع من أنواع الحدية والإنزعاج من بعض التصرفات اللي إلها علاقة بهدول الأشخاص وممكن صعوبة في بعض الامتحانات بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للوضع الصحي فهو أكثر شيء بدك تنتم فيه بشكل كبير وتراقبه وتحاول قدر الإمكان إنك ما تهمل أي عارض صحي ممكن يصير بالفترة هاي وخصوصا موليد العشرية الثالثة من كل البرج أما بالنسبة لنبتون نبتون بيقولك ما تدخل في أي مجازفات أو مغامرات مالية مشتركة بالفترة هاي وحاول إنك تنتبه من بعض المحتالين أو من بعض الأشخاص اللي ممكن يوعدوك بأشياء وما يوفوا أو إنهم يحاولوا إنهم يتنمق وإنهم هم يبدهم يدعموك وفي الآخر كله في الهوى فما تعتمد على الكلام فقط برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهميش إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة أهميش إنك تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للشمس فطبعا هي بتجيب لك مجازفات على المستوى المالي أو مصريف أو التزامات أو دفعات معني تجي بدون حساب عشان هيك بدك تنتبه على وضعك المالي ودير بالك من إنك أنت تصرف بدون حساب يعني بمعنى آخر بدك تنتبه صحيح إنه فيه فرص مالية ولكن المصاريف أكثر والضغط المالي بكون أكثر على موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للعطارد فبقولك دير بالك من التنقلات والاتصالات احذر أثناء قيادة السيارة ممكن أي معاملة تتأخر أو أي اتصال أو وعد ما يجي بالوقت المناسب يعني يصير فيه نوع من الأنواع الإهمال أو التقاعس أو العركسة إنه الأمور ما تمشي بالشكل الجيد الزهرة بتدعمك على المستوى الشخصي وبتخلي ثقتك بنفسك قوية وبرضو بتمنحك قدرة عالية جدا وما تكون مرغوب بشكل قوي خصوصا من الجنس الثاني يعني من الذكور للإناث والإناث للذكور أما بالنسبة للماريخ فبقولك ما تجازف بالأوضاع المالية أو الأمور المالية المشتركة أو الأومال المشتركة وأمور القضايا المالية يعني بمعنى آخر بدك تنتبه لها بشكل كبير بالنسبة للوضع العاطفي شوي بدك تكون حذر وخصوصا موليد العشرية الثانية والثالثة بدهم يحذروا بشكل كبير من أي صدام أو خلاف عاطفي ما بينهم وبين الأحبة أو ما بينهم وبين الأبناء أما بالنسبة لنبتون فبيعزز العلاقة بالشراكة ما بينكم وبين الأزواج وممكن يعني يصير فيه حوار أو حل أو ممكن مناقشة أمر عائلي معين برج الميزان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار وهنا ممكن تدعمك الحضوض وتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر تلفت النظر والأجواء يعني ممكن تكون لطيفة وممكن تحمل لك هاي الفترة لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للشمس فالشمس يعني شوي بما أنها موجودة في بيتك وخصوصا في العشرية الثالثة وعمل زوايا فأكثر المتضررين هم مواليد العشرية الثالثة بالفترة هاي صحيح انتقلت الشمس من المفروض أنها بتمنحهم طاقة كبيرة ولكن وجودها وزوايا التربيع شكلت نوع من أنواع الضغط النفسي أو التقلب للمزاج عندهم أو الحدية بالطباع وردات فعل أو يعني شوي عدم الثقاء بالنفس حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي الأمور هاي تسيطر عليك وما في داعي أنك تنفعل وتعصب لأدفه الأمور أما بالنسبة لعطارد فهو بركز على الأمور المالية والمصاريف والدفعات فحاول أنك تحذر من ضياع أموالك أو من النصابين والمحتالين بالفترة هاي وبرضو ركز بشكل جيد على الأمور المالية أنك تحافظ عليها مش أنك تزيد مصاريفك أما بالنسبة للزهرة فهي بتعزز بيت المتاعب عندك فهاي بتجيب لك فرص لها علاقة بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال أو مساندة من أشخاص أنت ما بتعرفهم المريخ بزيد الحدية أو سوء التفاهم ما بينك وما بين شركائك يعني شركاء المال أو العاطفة عشان هيك موليد العشرية الثاني والثالثة أكثر الناس بدهم يكونوا حذرين أثناء تعاملهم مع شركائهم أو مع أزواجهم بالفترة هاي من العصبية وردات الفعل السلبية بالنسبة للبيت الرابع اللي هو الجدي منقول لك دير بالك من أي خلاف أو نقاش أو أعطال أو اهتمامات منزلية حاول أنك تنهيها بدون عصبية وبدون انفعال وبدون إهمال أما بالنسبة لنبتن فبيعزز بعض الفرص وقوة فرص لعمل جديد أو لإنجاز بعض الأعمال المهمة برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك وكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم أمالي أو قرض وممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها بعض الربح طبعا بالنسبة لبيت المتاعب ما زالت الشمس موجود في بيت متاعبك وضغط بقوة معشان هيك هي اللي بتسبب الأعطال أو التقلبات الصحية أو الحدية بالطباع أو إنه صعوبة في إنجاز بعض الأمور أيام بسيطة والشمس بتنتقل لعندك بتبلش بفترة اللي إحنا بنسميها بداية سنتك الجديدة أما بالنسبة لعطارد فهو بيعمل تقلب بالنفس عندك وشوية هيك بيخلي مزاجك متقلب أو ما في عندك نوع من أنواع التركيز حرك كثير نشيط كثير ولكن سهل تتعرض لبعض الإصابات أما بالنسبة للزهرة فهي بتدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك ومعارفك وبتعزز بعض النقاط القوية من بعض الأشخاص اللي ممكن يسندوك أو يدعموك في مسألة ما بالنسبة للمريخ بيجيب لك مشاكل على مستوى العمل وسوء تفاهم ما بينك وبين زملائك بالعمل وبعض التقلبات الصحية اللي بدك تكون حذر منها أما بالنسبة للكواكب اللي موجودة بالجدي فهي بتعمل عندك يعني شوي في التشتت أو تشتت ذهني وممكن شوي هيك تكون عصب المزاج أو يكون في عندك نوع من أنواع الردات الفعل السلبية اللي ممكن تتعرض لبعض الخلافات احذر أثناء قيادتك للسيارة وبرضو على بعض الأجهزة من الأعطال أو الخرب أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي الأمور جيدة وهي بتعزز علاقتك ما بينك وبين الحبيب وبتقارب ما بينك وبين الأحبة بشكل جيد وخصوصا ما بينك وبين الأبناء أو الأحبة بوجه عام برج القوس ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر بهاي الفترة أهم مش انك تستغلها بشكل جيد وبرضو بدك تنتبه من بعض العلاقات أو من بعض الأصدقاء أو سوء تفاهم ما بينك وبين صديق بالفترة هاي لأنه شوي الشمس زي ما حكينا بتشكل زوايا حدي وخصوصا مواليد العشرية الثالثة هم اللي بدهم يكونوا حذرين أما بالنسبة لعطارد فهو بتجيب معاكسات يعني بيخلي الأمور ما تمشي بشكل هين أو بيخلي في صعوبة في بعض الإنجازات أو الإجراءات إن كانت قانونية أو على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أما بالنسبة للزهرة فهي بتدعم من علاقاتك ومن سمعتك ممكن تجيب لك منصب جديد أو عمل جديد أو ترقي أو هدية أو تكريم معين أما بالنسبة للمخريخ بيجيب سوء التفاهم والحدية بالطباع خصوصا مع أثناء تعاملكم مع الأحبة أو الأبناء أو أحد الوالدين ببدك تكون حذر وخصوصا مواليد العشرية الثانية والثالثة أما بالنسبة للكواكب اللي موجودة بالجدي فهي بتجيب مصاريف والتزامات مالية ودفعات مالية أو بعض الإرهاقات المالية اللي ممكنت شوية تكون مربكة بالنسبة لأمور البيت الأوضاع تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالصيانة أو الترتيبات أو التصليحات أو المشتريات أو أمر منزلي معين بتحاول تجد له بعض الحلول برج الجدي طبعا لآخر يوم بكرة القمر بصير موجود عندكم ولكن اليوم بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيرتك لأحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ما تحسم أمر الفترة هاي سلبي ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة ممكن تقوم فيها بشكل متسرع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى السمعة بتطلب منك عدم المبالغة عدم المجازفة عدم الخوض في أمور شوي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة يعني بمعنى آخر ما في داعي لمخالفة القوانين أو المجازفات بالفترة هاي وحافظ على سمعتك أما بالنسبة للعطارد فهو بيهدد بعض سوء التفاهم أو الحدية بالطباع أثناء تعامل مع بعض الأصدقاء أو أثناء دعوتك لحفلة أو مناسبة شوي يكون في نوع من أنواع المسائلة أو توجيه اللوم أو يعني شوي هيك معاتبتك على أمر ما أهم إيش أنك ما تتدخل في شؤون الغير الزهرة بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالسفر أو العودة لأرضك الأم أو أمور إلها علاقة بالامتحانات الجامعية برضو على علاقات عاطفية إما بتكون مع أجانب أو أمور إلها علاقة شوي هيك بتكون بيعني زميل بالجامعة أو حتى بمراسلات بعيدة أما بالنسبة للمريخ بعمل خلافات داخل البيت أو سوء تفاهم وخصوصا مع موليد العشرية الثانية والثالثة ممكن أعطال أو التزامات أو أعمال منزلية شوي بتكون مرهقة أما على المستوى الشخصي فطبعا الكواكب اللي موجودة عندك خصوصا مع موليد العشرية الثالثة هما بدهم يكونوا انتبهين من يعني اتخاذ قرارات خاطئة أو سلبية في طريقة التعامل أو حدية بالطباع أو توجيه انتقادات وكلام ما يكون في مكانه يعني بدك تكون حذر من هذه النقاط نبتن بدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بسيارة جديدة أو اهتمام بأجهزة إلكترونية أو بتنقلات وسفريات قصيرة برضو على مستوى الامتحانات المدرسية الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة ولكن الأهم أنك ما تعتمد على الحظوظ بشكل كبير برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك ممكن تخف الضغوط ويطمئن بالك شيئا ما الأهم أنك تحاول تنجز كل الأعمال الضرورية قبل الغد على أساس أن الفترة الجاي القمر رح ينتقل للجدي يعني لبيت متاعبك يعني إذا تدخل يومين وربع تقريبا فيها نوع من أنواع الضغوط على مستوى العلاقات مع الأجانب والأشخاص اللي خارج البلاد شوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع سوء التفاهم أو الحدية بالطباع أو يتعطى الأمر إلى علاقة بمراسلات أو سفر وخصوصا لموليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس رح يعانوا من هاي النقطة اللي عندهم امتحان جامعي أو دراسي بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحدود أما بالنسبة للعطارد فهو شوي ممكن يحطك بمواقف تشوه سمعتك فيها فما في داعي للمجازفات أو المغامرات أو مخالفة القوانين حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن أي منافسات أو مجازفات بالفترة هاي حاول تحافظ على سمعتك داوم في عملك بوقت محدد وما تتغيب عن أعمالك الزهرة بتدعمك على مستوى الدعم المالي وبعض المكاسب المالية أو بعض الأشخاص اللي ممكن يدعموك في أمر ما أو حل موضوع مالي شوي معقد إلى علاقة بالديون أو بالضريبة أو بتأمين أما بالنسبة للمريخ بيقولك احذر أثناء ترقلاتك وحواراتك من العصبية وردات الفعل السلبية انتبه أثناء قيادتك للسيارة وبرضو من بعض الأعطال اللي لها علاقة في الأجهزة الإلكترونية والسيارات أما بالنسبة للجدي فطبعا هو يعتبر بيت متاعبك فعشانيك نقولك انتبه لصحتك انتبه لأعمالك ما تجازف وما تغامر ما تخوض بأشياء ممكن تكون ضاغطة عليك وخصوصا موليد العشرية الثالثة ونبتن بعزز النقاط المالية وبيجيب لك بعض المكاسب المالية أو الأرباح أو الهدايا بالفترة هاي أو ممكن استرداد بعض الحقوق لا إلك برج الحوت فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه بتحافظ على إنجازاتك القائمة أهمش انك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أهم شيء إنه بالفترة هاي ما في داعي لأي مغامرة في الأمور المالية المشتركة ما تتخذ قرارات ممكن القرارات هاي ما تكون لصالحك وخصوصا بأي شيء مشترك ما في داعي للمجازفات المالية أو المغامرات أو المراهنات حاول تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين وفي نفس اللحظة موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا خصوصا اللي بيشتغلوا بالمضاربات المالية العشرية الثالثة بدهم يكونوا حذرين جدا أما بالنسبة للبيت التاسع فيعني شوي الأمور من عطارة بتشتت طريقة التواصل ما بينك وبين أشخاص أجانب أو بعاد عنك أو بدولة أخرى ممكن تعمل سوء تفاهم أو قلق من مسألة معينة أو حوار شوي يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة أو سوء تفاهم ممكن بعض الأشخاص اللي عندهم أمور إليها علاقة بالسفر إنها تتعطل أو تتعرقل أو تتعركس ما تمشي بالشكل اللي هو بدويا يعني فيها نوع من أنواع الصعوبة من عطارة اللي عندهم امتحانات جامعية أكثر الأشخاص اللي بدهم يركزوا وما يعتمدوا على الحظوظ نهائيا بدهم يدرسوا بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة فبتدعم الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وبرضو بتعزز من ثقتك بالنفس وبتعمل أشياء قوية ما بينك وبين الشريك يعني فيه إنجازات قوية بتكون ما بينكم وممكن شراكة جديدة وفي منكم ممكن فرصة لارتباط أو تطوير علاقة ما أما بالنسبة للمريخ فهو بيضغط على الأمور المالية فبيجيب صعوبة بالوضع المالي أو مصري في الزيادة أو قلق من وضع مالي معين احذر من المصري في الزيادة أو إنك تتفشش بصرف الفلوس يعني بدك تكون منضبط أما بالنسبة للجدي بيتك 11 بيسوي سوء تفاهم ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو خلافات أو حوارات شوي الأمور مش بالشكل المناسب حاول إنك ما يعني ما تتركن على كل أصدقاءك بالفترة هاي لأنه ممكن يخيبوا آمالك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن بدك تحذر من لسانك أو ممكن سوء تفاهم يسبب لك بعض الإحراجات أما بالنسبة لأنبتون بيدعمك على المستوى الشخصي بيخلي عندك ثقة بالنفس عالي جدا وقدرة على اتخاذ بعض القرارات ولكن الأهم إنك ما تتسرع باتخاذ قراراتك برضو بيخلي فيه نوع من أنواع الاهتمام بالذات أكثر أو يعني خطة جديدة أو بداية جديدة بتفكر فيها بشكل كبير ضل مطلوب منك شي واحد بس أو شيئين إذا عجبك الطريقة هاي بتقدر تعمل لايك مشاركة إلى المحتوى نشرها بتقدر تكتب كومنت إذا عندك بعض الملاحظات بتكتب لي كومنت تحت عشان أنا أعرف إيش وجهة نظرك أو رأيك بهاي الحلقة إذا ما عجبك المحتوى عادي حد سلايك إلغي الاشتراك والله يسهل عليك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء